في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تقى جلالة الملك عبد الله الثاني متقاعدين عسكريين وأشاد بدورهم في حماية الوطن والدفاع عن حدوده وفي مجابهة التحديات خلال المئوية الأولى من عمر الدولة وحتى الآن وحول الخدمات التي تقدمها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تحدث مديرها اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي عن 220 اتفاقية استخدام متقاعدين مع مؤسسات حكومية وخاصة توظف نحو 10400 متقاعد ومتقاعدة وأشار الارتفاع أعداد المنتسبين للمؤسسة خلال العام الأخير من 83 ألف متقاعد إلى 93 ألف وخلال اللقاء ثمن المتحدثون نهج التواصل الملكي معهم والاستماع إلى أفكارهم كما عبروا عن دعمهم لمواقف جلالته نصرة للقضية الفلسطينية وسائر الشؤون العربية بسم الله الرحمن الرحيم أنا كثير كثير فخور باستمرار ما عندي الفرصة أكون مع رفاقي السلاح وخاصة اليوم هو يومكم وبنفس الوقت أشارككم بذكريات المسيرة الحمد لله لأنه أنا خدمت بمعيدكم أنا بعرف وكل الأردنيين بعرفوا دور إخواني وأخواتي المتقاعدين العسكريين وكيف أنتوا قدمتوا كل إشي لحماية بلدنا وحدودنا ولما أنا سلمت على عدد كثير منكم بعرف تاريخ جيش العربي من الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات الحمد لله أنا كثير كثير فخور لما أنا بشوف رجال زيكم لأنه أنتوا بالنهاية بترفعوا معنوية كل الأردنيين أنتوا بتلعبوا دور مهم جداً بالمجتمع فواجبنا نحن كمسؤولين بحكي باسم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأيضاً دور الحكومة أنه منظل أن نوقف معكم ونحميكم زي ما أنتم حميتوا بلدنا وشعبنا فأنا جاي هون بس أسلم عليكم مشتاق يعطيكم ألف عافية اليوم من أحلى أيام لما أنا بشوف رفاق السلاح وحبيت بس أسلم عليكم وأقولكم كل عام وانتم بقى الخير شكراً رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة هي الأولى والمعلنة لمسؤول أردني رفيع منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وتشير الزيارة إلى تغيير في إيقاع علاقة عمان ودمشق والتي تشهد طوراً ملموساً منذ أول اتصال هاتفي معلن بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأسد في صيف عام 2021 ومن سوريا توجه الصفدي إلى أنطاكيا في تركيا للوقوف على آخر مستجدات عمليات البحث عن مواطنين أردنيين ما زالا عالقين تحت الأنقاض الكارثة الإنسانية وما تبعها من تعليق للعقوبات الأمريكية على سوريا فتحت كوة في العلاقات الدبلوماسية بين عمان ودمشق بزيارة استثنائية لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تخلى لها محادثات سياسية مع الرئيس بشار الأسد ويبدو أن هذه الزيارة وهي الأولى المعلنة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 توحي بتغيير إيقاع التحولات السياسية في علاقة عمان ودمشق الآخذة بالتطور التدريجي منذ أول اتصال هاتفي معلن بين جلالة الملك عبد الله الثاني والأسد في صيف 2021 سبق زيارة الصفدي لقاء جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع السابع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2022 وتكاد قيود العلاقة وحساسيتها المزمنة تختفي أو تتفكك لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المنكوبة وبالتزامن مع زيارة الصفدي وصلت سوريا ثالث طائرة إغاثة أردنية محملة بعشرة أطنان من الأدوية ومواد إغاثة اقتصادياً هل يمهد التقارب السياسي بين الأردن وسوريا لانفراج في التبادل التجاري بين البلدين بخاصة فيما يتصل بعقوبات قانون قيصر الذي فرضته الإدارة الأمريكية في حزيران 2020 ومع ذلك فإن الزلزال الذي يفاجئ المنطقة والعالم بهوله مع كل يوم يمضي قد يكشف في الأشهر المقبلة حقائق جديدة على الأرض قد تعيد الشأن السورية إلى لائحة الأولويات العربية والدولية ينضم إلينا الآن عبر خدمة زوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر لحوارات أهلاً بك دكتور منذر كيف تقرأ هذا الإنعطاف السياسي؟ وهل نتحدث عن إيقاع جديد لشكل العلاقة السياسية الاقتصادية بين عمان ودمشق؟ مساء الخير أستاذ لنا لك والمشاهدين الكرام هذه الزيارة تعتبر ضمن ما يعرف بدبلوماسية الكوارث حقيقة وهي ستتوج مرحلة طويلة من العلاقات بين الأردن ودمشق والتي لم تكن حقيقة فوق السطح في جلها الآن هذه الكارثة التي حلت في القطر السور الشقيق ستسرع عملية التقارب بين عمان ودمشق وستؤدي هذا التسارع إلى إيجاد أطر أخرى لطبيعة العلاقة بين الدولتين بحيث أنها تتجاوز الصعوبات والعقبات الماضية الآن هناك أزمة في القطر السوري أزمة كبيرة هذه الأزمة بحاجة إلى مساعدة أردنية والأردن لا يمكن أن يترك أشقائه السوريين بهذا الشكل وليس أمامه على أرض الواقع سواء جهتين يتعامل معهم إلى الحكم في دمشق والمنظمات الدولية وبالتالي من خلال هذه الأزمة يستطيع التغلب على العوائق السياسية التي تفرض من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالدرجة الأولى وبالتالي ينفذ إلى علاقة أكثر تطورا مع دمشق وأكثر استدامة وتتجاوز العقبات السابقة كون حقيقة الحكومة السورية الآن هي من فرضت نفسها على أرض الواقع وهي من تسيطر على 70% من الأراضي السورية نعم دكتور منذر عذر على المقاطعة هذه الصعوبات نتحدث هنا عن قانون قيصر أليس كذلك؟ بالضبط قانون قيصر هو الذي صدر وموفق عليه من قبل الكونغرس الأمريكي يعيق حقيقة التقارب بين أي دولة وسوريا وبالتالي كان يضع الدول في حرج كبير استطاع الأردن أن يحصل على استثناء منه أثناء خط الكهرباء سابقا وستطاع أن يوصل الكهرباء من خلال سوريا إلى لبنان وهذا كان أيضا بغض طرف من الإدارة الأمريكية الآن الأردن معني بأن نوصل المساعدات للأشقاء السورية ليس فقط من خلال الأردن بل هناك الكثير من المساعدات من الدول العربية والدول الغربية يمكن أن تأتي من خلال مطار عمال إلى مطار دمشق وبالتالي هو بحاجة إلى علاقة قوية مع السلطة في دمشق نعم دكتور منذر أرجو أن تبقى معنا يعني يتعين علينا أن ننتقل إلى تركيا وهذا المؤتمر الصحفي الذي يجمع وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي مع نظيره التركي شوايش أغلو ثم نجد أن نتابع الحوار القتالية القتالية اعرى 30 kişilik bir sağlık ekibini de bu arama kurtarma ekibiyle beraber gönderdiler kardeşim Ayman Safadi buraya Hatay'dan geliyor ve Hatay'da iki yürdünlü kardeşimiz de maalesef halen ulaşamadık depremden etkilendiler ve henüz daha ulaşamadık kendilerine tıpkı büyükelçimiz Devrim Bey'e ulaşamadığımız gibi ve diğer taraftan Kahramanmaraş'a da bir Sahara Hastanesi kurdular 108 personeli de buraya gönderdiler yarın sabahta kardeşim Ayman Kahramanmaraş'a giderek Sahara Hastanesi'nde çalışan yürdünlü kardeşlerimizi ziyaret edecek buna ilaveten 10 tondan fazla yine insani yardımı ülkemize ulaştırdılar yine bugün 12 ton ilave nakledildi Türkiye'ye Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yurdünde bir çadır stoku vardı Filipo Grandi ile görüştükten sonra hemen Ayman'ı kardeşimi aradım ve o çadırların gelmesi için uçaklar da tahsis ettiler tabi 10 binden fazla çadır var biz de ilave kargo uçakları ayarladık ve çadırlar gelmeye başladı bunun için de Dr. Munzer Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin وزير الخارجية التركية لكن اللغة تركية على ما يبدو هنا كشكر للأردن على مواقفه خلال أزمة هذه الكارثة الطبيعية التي وقعت في تركيا وفي سوريا أريد أن أعود إلى الجانب السوري وزيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي ولقائه مع الرئيس السوري يعني ماذا تقرأ في حديث الرئيس الأسد عن الامتداد الجغرافي عن الامتداد الشعبي بدون شك سوريا سترحب بهذه الزيارة الأردنية بالذات أن العلاقة الأردنية السورية هي ليست علاقة عابرة هي ليست علاقة تعتمد على اللحظة هي علاقة تمتد في جذورها إلى التاريخ إلى الجغرافيا إلى التعاون إلى العائلات حتى هناك عائلات أردنية سورية متواصلة على طرفي الحدود وربما ابن العم هنا وابن العم هناك وبالتالي هذه العلاقة تحقق مقاصدها الفعلية عندما تتقارب الدولتان وعندما تكون الأمور تسير بهذا الاتجاه ولكن لا يجب أن نقفز على الحقائق هناك أزمة سياسية في سوريا خلقتها حرب أهلية منتدة لعشر سنوات تقريبا بحاجة إلى أن تلاقش بالعمق كي تحل وتحل معها مآسي الشعب السورية التي رافقت هذه الحرب وبالتالي من المؤمل عربيا أن يكون الدور الأردني فاعلا في إيجاد حل يضمن إشراء جميع مكونات الشعب السوري في الإطار السياسي الذي يجب أن يكون مقبولا لجميع الأطراف بالتالي الدور الأردني يمكن أن يكون أكثر بروزا وأكثر حيوية فيما لو كان مشتركا حقيقة بنقاش وحل سياسي للأزمة السورية ويمكن أن تكون عمان بدل الدول الغربية وروسيا للقاء الأشقاء السوريين للنقاش حول مستقبل سوريا وإنهاء الصراع فيها ربما دكتور موندر وماذا عن العودة إلى الحضن العربي بدون شك الأردن حينما يستطيع أن يدخل إلى علاقة جيدة مع السورية يستطيع من خلال هذه العلاقة أن يمهد الطرق والسبل أمام دخول الحكم السوري إلى الجامعة العربية بالذات أن الأردن تجارب عذرا منك دكتور منذر سأعود إلىك أنا آسف على المقاطعة لكن نستمع إلى وزير الخارجي أيمن الصفدي بتوجيهات من جلالة الملك أننا سنستمر في الوقوف إلى جانب أشقائنا بكل إمكاناتنا حتى نتساعد على تجاوز تبعات هذه المحنة و هذا المصاب الكبير و كما ذكر تعطين نعم نعم عليك أيمن بلدن نعم منج Brigitte كما Çünkü أجم سأulsive أن الوظام استد. Biz her zaman Ürdün olarak Türkiye'nin yanında olduğumuzu ve gelen bütün imkanları elimizde ne varsa bunun hepsini zor günlerde olduğumuz için Türkiye'ye yardımlarımızı Türkiye'deki kardeşlerimize yardımlarımızı devam ettireceğiz ve Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. Çünkü biz zor günlerde bir birimize her zaman muhtaçız ve birbirimizi mutlaka kalkındır اشتركوا في القناة وسأبحث مع معالي الأخ العزيز أي احتياجات أخرى يمكن أن يقدمها الأردن للوقوف إلى جانب أشقائنا وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لدولة شقيقة نعتز بعلاقاتنا التاريخية معها فتعازي المملكة إلى أشقائنا في تركيا تعازي جلالة الملك إلى أفخامة الرئيس وكما قلت المصاب واحد واسمحوا لي أيضا أن أشكر معالي الأخ على التعاون الكبير الذي تبديه السلطات التركية المعنية في جهود البحث عن مواطنين أردنيين فقد في مبنى فقد فيه أيضا سفير في وزارة الخارجية التركية إذا كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي مع نظيره التركي مولود شويش أغلو وهذه الزيارة التي تأتي بعد زيارة الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق أعود إليك دكتور منذر لحوارات عبر خدمة زوم كنا نتحدث عن إعادة بناء الجسور بين دمشق والدول العربية خاصة سعودية وقطر يعني عن عودة سوريا إلى الحضن العربي والآن استمعنا إلى الصفدي يتحدث عن مساعدات إنسانية وعن جهود الإغاثة هل يمكن برأيك أن تمتد هذه المساعدات هذه الجهود إلى عمليات إعمار بناء في البداية سوريا التي تحدثت عن عملية سياسية يجب أن تجري داخل سوريا عن عمليات إعمار إعادة إعمار وأيضا في تركيا إعادة إعمار نعم نحن الآن المشكلة في سوريا أمام أزمتين أزمة خلفتها الحرب الأهلية وهي تحتاج إلى إعادة إعمار وأيضا أزمة الزلزال وكارثة التي ألقت بألاف المنازل على الأرض وألقت وراءها آلاف الشهداء والقتلى وبالتالي أيضا بالنسبة لتركيا هناك عشرات الألاف من المنازل وألاف من القتلى وبالتالي بحاجة إلى إعادة إعمار تركيا دولة قوية ولديها المؤسسات المهمة التي يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن في سوريا حقيقة المؤسسات كلها شبه معطلة بالذات في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام وبالتالي بحاجة إلى إعادة جدولة وهذه لن تتم حقيقة إلا بإيجاد مصالحة سياسية لأنه أنت تبحث عن الجهة التي تريد أن تتعامل معها حتى الآن هناك مشاكل حقيقة في المناطق السورية هناك الأكراد في جهة وهناك هيئة تحرير الشام في جهة وهناك أيضا سلطات انتقالية موجودة في مراتق سورية متعددة وبالتالي تعدد الأطراف وتشتتها وغياب أجندة واضحة لكل طرف سيصاعب بدون شك فكرة الإعمار لأن الأعمار بحاجة إلى طرف واحد حتى يتلقى المساعدات بحاجة إلى شفافية بحاجة إلى رؤية لما هي الإصلاح الذي يجب أن يتم بالتالي أهم من كل شيء الآن تقديم المساعدات العاجلة للسوريين كي لا يعانوا أكثر مما يعانوا ثانيا البدء بعملية مصالحة لأن المشكلة الحقيقية أن الولايات المتحدة وهي الطرف الأهم ربما في النزاعات الدولية تتعامل بغياب اهتمامها بالمنطقة بإدارة الأزمة السورية إدارتها إدارة بدون أن توجد حلا حقيقيا لهذه الأزمة وبالتالي هذه الإدارة تكلف دول الإقليم ثمنا باهضا نعم لكن زيارة اليوم يعني تشير إلى أن الأردن هو صاحب القرار بهذه الجزئية نعم أعتقد أن هناك ضوء أخضر أمريكي للأردن للمضي قدما في خطة حقيقية لإيجاد المصالحة بالسورة نعم أعذرني الوقت داهمني الكتب والمحل السياسي الدكتور منذر لحوارات كنت معنا عبر خدمة زوم الأسباب وراء حالات التسمم في جرش والمفرق تكمن في تلوث عينات الدجاج المطبوخ والنيئة ببكتيريا كابيلو باكنر وسلمونيلا وعدم التزام القيمين على تحضير الوجبات بالشروط والممارسات الصحية هذا ما كشفته نتائج التحليل المخبري الأولي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء وفي جرش عقد اجتماع في دار المحافظة للجهات الرسمية والأمنية لبحث تداعيات حادثة التسمم الجماعي وتقييم الإجراءات المتخذة للحد من حالات التسمم التي وصلت إلى 120 حالة من بينهم طفلا وفقا لما ذكره مراسل رؤية في جرش في عنا تقريبا عن 62 مطعم مصنف ما بين سياحي وعادي دائما المراقبة على جميع المطاعم للأسف إلا مطعم واحد اللي هو مخالف للشروط الصحية والآن الإجراءات القانونية ستتخذ بهذا المطعم وجميع المطاعم وجميع المنشآت التجارية المخالفة سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان خفاضا ملموسا في أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا عام 2021 فيما لم يسجل المركز تنفيذ أي عقوبة إعدام على الرغم من صدور 31 حكما في العام ذاته عن محكمتي أمن الدولة والجنيات الكبرى وخلال إطلاقه التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان لعام 2021 قالت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاش حسن إن المركز لم يسجل شكاوى تعذيب أو معاملة لا إنسانية في مراكز التوقيف الأولي كما كشفت عن استقبال المركز 391 شكوا ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية خلال العام 2021 قال صعيد محور الفئات الأكتر حاجة للحماية فتشير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير إلى التطورات التشريعية التي كان لها من الأثر بتعزيز وحماية حقوق المرأة والأشخاص دوي الإعاقة وكبار السن كما يشير التقرير إلى السياسات المتخذة والممارسات الفعلية لإعمال حقوق المرأة سيمة في قضايا النساء العاملات في القطاع الزراعي والنساء ضحايا العنف في الدور الإيوائية وجرائم قتل النساء وظاهرة الزواج المبكر إذ شهد العام 2021 إطلاق الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف ترجمة نانسي قنقر